ثلاث أصناف من الناس لا تشاركهم ولا تنسبهم ولا يكون صاحبك المقرب أول واحد فيهم الكذاب انتصاراً لنفسه والوجهة نظره الشخص ده ما عندوش مانع أن يجدب ويدوس على كل المبادئ عشان يحقق لنفسه مراده اللي هو عايزه واختورة هذا الشخص أنه وقت الأزمات حيدوس عليك وحيدوس على مبادئه علشان ينجوا بنفسه وبتكون علاقة مرهقة جداً إنك قريب من إنسان مش ضامنه ومش ضامن كلامه ومش مصدق اللي هو بيقوله حتى لو كان هو مصدق نفسه النوع التاني من الناس هو المتكبر الحقود أو المتكبر الحقد نوعية كده مركبة هو طول الوقت وقتاً ما يكون رايق مبسوط يعظم في نفسه ويحقر ويقلل من الآخرين وتلاقيه بحكم القعدة بينك وبينه يعظم فيك عشان أنت قعد لكن لو قمت وحد قعد مكانك على نفس الكرسي حيعظم في نفسه وحيقلل منك وحيحقر منك تركيبة إبليسية والنوع التالت من الشخصيات اللي تتجنبها في حياتك هو الشخص الهادم للنفوس مين ده؟ ده طول الوقت يدور على عيوب الناس طول الوقت يدور على عيوبك على أخطائك على النقاط ضعفك يشوف إزاي يهدمك ويهدم ثقتك في نفسك ويخليك حاسس إنك قليل عشان يقدر يسيطر عليك عشان يقدر هو اللي سوءك وده عكس منهج النبي بالضبط